الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال أستاذ أمراض الزكورة والأمراض التناسلية بكلية طب جامعة أسيوت استشاري أمراض الزكورة والحقن المجهري مركز خصوبة أهلا بكم النهاردة يوم مهم جداً مع قيمة علمية كبيرة والموضوع مهم موضوعنا النهاردة موضوع أنا شايف أنه له يعني بعد في المستقبل خطير جداً لأنه الموضوع بيزيد والحالات ملاحظة وخصوصاً أطباء الزكورة هيلحظوا اللي أنا بقول عليه ده أطباء الأطفال هيلحظوا اللي أنا بقول عليه ده صغر على الأعضاء التناسلية لذكور الأطفال شيء أصبح ملاحظ بشكل كبير وهذا الأمر يدعو للحيرة نسبية لماذا؟ تأثر حياة المنوية شيء مفهوم علمياً أنه أكيد التلوث البيئي الموجود الأدخنة الأبخرة الهرمونات اللي بقدرت تدخل فيه الأطعام كل دي عوامل كورونا تدعو إلى التأثر حياة المنوية لكن صغر حجم العضو يذكر الموضوع هنا له بعد آخر خصوصاً المبعد النفسي أكيد مفهوم المبعد الزوجي والإنجابي أكيد مفهوم ارتباط المواد الكيميائية البلاستيكية الموجودة في كل حاجة اللي ذكرت في بحث علمي موجود ومهم جداً الزجر في شمل 85 طفل وبدأوا يدرسوا العلاقة بين مواد معينة مال أفتاليت والموجودة في صناعات البلاستيك وبين حجم العضو الزكري فوجدوا رابط كبير جداً أطفال دول النسبة اللي فيه معرضة بأشكل أكبر للنوعية دي من البلاستيكات لأنهم عندهم هذه المشكلة بشكل أوضح الموضوع ده مهم جداً 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 العائلات المتنبهة للحكاية دي ونسبة كبيرة منهم باختلاف الثقافات بيتنبهوا لهذا الأمر فعشان كده أنا لما وجهت الدعوة لضيف العزيز كان هذا الموضوع على مائدة أهم من أهم الموضوع اللي على مائدة الحوار والنقاش مع القيمة العلمية الكبيرة والإسم القدير في هذا المجال في عالم الزكورة قاله أستاذ الدكتور عماد الدين كمال أستاذ أمراضي الزكورة والتناسل بكل طب جامعة أصيوت استشاري أمراض الزكورة والمؤسسة رئيس مجلس إدارة مركز قصوبة المركز العريق أهلاً بيك دكتور عماد دي ومنور وشاكر جداً لقولك دعوة أهلاً دكتور عماد وأهلاً باستاذ المشاهدين هل نحن نتحدث عن موضوع في نوع من الشكوك الألمية المبالغ فيها ولا ده واقع بما إنك أنت يعني بتشوف حلقة كثيرة ده موضوع مهم جداً ويمكن إحنا فتحناه مع حضرك في حلقات قبل كده ودي بصراحة هو واقع إحنا لازم نواجهه يمكن في فترة فاتت كان ما حدش عارف عنه حاجة لكن إحنا فكرنا بناء على الممارسة بتاعتنا الناس الكباري اللي بيجونا بمشاكل في الهرمونات أو الكروموزومات اللي هم اتجاوزوا ما بيخلفوش ما منهم جزء كبير أوي الموضوع ده بيبقى عندهم عيوب خلقية دي كانت من الصغر هي ما جددتش عليه دلوقتي يعني ده هو صغير كانت المشكلة دي موجودة الله طب ما أنا لو الحقيقة الموضوع ده بادري قبل الخمستاشر سنة أو فترة البلوغ لا أنا أقدر حسن الموضوع ده كويس قوي وخصوصاً إن علاج صغر حجم العضايا التنسلية بعد فترة البلوغ في الزكور اللي هو الموضوع صعب جداً ما فيش أي استجابة لي الأنسجة والمستقبلات اللي موجودة في العضايا التنسلية بتبقى خلص مش حساسة لأدوية وما بتجيبش نتيجة لكن بادري أقدر أكتشف الموضوع فالموضوع كان متداري بشكل كبير جداً للأسف لإن إحنا الطفل مين اللي بتعامل معاه الأم أو الأب ويما نوديها نوديه لطبيب الأطفال بس فالأم والأب يعني نقدر أنهم ياخدوا بالهم من الموضوع ده إلا فيه يعني يبقى عندهم طفل تاني تبصوا تقول لك الله ده الولد ده أخوه غير الولد ده فيه اختلاف فتبدأ تفكر في الموضوع أنا شايفها الإبن ده لا لا ده هو ده لا فيه فرق كبير ومش مظبوط فممكن تبدأ تروح لطبيب الأطفال تسأله تمام للأسف يعني برضو أطباء الأطفال ما عندهمش خلفية عن الموضوع ده عندهم المعلومات اللي إحنا البداية اللي كانت إن كل الكلام ده هيتزبط في البلوق إن الولد ده ما ييجي عنده خمسة عشرة سنة كله ده هيتزبط كلام ده مش مظبوط لإن إحنا العضاء التنسلية بتنوم من الولادة لغاية البلوق آه في ساعة البلوق النمو بيزيد لكن لازم النمو يبقى موجود في الفترات دي بشكل منتظم وكل سن وكل سنة لها ستاندرد ولها معدل نمو للعضو الزكري والعضاء التنسلية والخصية إنها لازم تبقى في مكانها والعضو الزكري لازم تقوله يبقى مناسب لسن الولد ده وهكذا آه أحيانا برضو الأطباء يقول لك أصل ولد ده مليان شوية فالدنيا مش باينة عنده فالسبوه ياما تزبط طبعا الكلام ده برضو مش مظبوط السمنة ممكن تداري شوية لعضايا التنسلية لكن لا يعني تنتج صغر في حجم العضايا التنسلية لا أكيد عندنا مشكلة تانية فالموضوع ده يعني هو كان مستخبي لكن بدأ يظهر وبدأت الناس تاخد بالها من الموضوع اللي احنا بدأنا ننوه على الناس ونقول لهم يا جماعة خلوا بالكم الموضوع ده كويس جدا وفحصوا الأولاد وشوفوها ببقى واقع مفتوح للناس كلها دلوقتي أدوات التشخيص تتم إزاي أدوات التشخيص في إيد الأم تمام وزي ما قولنا قبل كده المقولة الشهيرة دور الأم ودور الطبيب الأطفال دور محوري جدا لأن يعني غالبا الحالات دي في الأول بتتعرض لدول فالأم لازم تشك وتشوف الولد أخبروا إيه وهل فعلا الخسية موجودة في مكانها ولا لا حجم الخسية دي طبيعي ولا لا العضاية التنسلية بتاعته مناسبة لسنه ولا لا شكت في الموضوع لازم هتعرضه على طبيب لو كان طبيب أطفال فلازم يبقى عنده الخلفية إن احنا لا في حاجة مش مصبوطة نحوله لطبيب استشاري أو متخصص يقدر يقيم هل الموضوع ده فعلا سليم وفهوش مشكلة وإن الولد اللي عضا بتاعته ماشي مع سنه ونموه طبيعي ما عندناش مشكلة خالص ولا لا أنا عندي خلل في الهرمونات لازم أشوفه وحلله واشوف القضية إيه فدايما الولاد دول أول ما بنشوفهم ونلاقي فعلا في فرق في النمو بنعملهم تحيي الهرمونات يطلع عندي نقص في هرمونات الزكورة كتير قوي وهرمونات الزكورة واطي واحد يقول لك طب ما هو طبيعي أنه يبقى واطي عشان ده صغير آه واطي بس لكل سن ليه مستوى معين من هرمونات الزكورة آه ضواطي بس لازم يبقى مثلا بوينت وان بوينت تو وهكذا لكن ما لقيه واطي عن المستوى ده بهرمونات الزكورة واطي كتير قوي من الأطفال دول يبقى معهم كمان هرمون الغدة الضرقية أو فيه كسل في الغدة الضرقية مرتبطة بهرمونات الزكورة فدي بتخلي الولد جسمه يتميلي قوي وإنك الولد ما بيكلش جسمه يتميلي والعضاء التناسلية برضو حجمها بيزغل الأعراض التانية اللي تلفت نظرنا برضو نخلي بالنا منها التبول اللا إراضي كل الأطفال دول اللي عندهم خلل في هرمونات الزكورة وعندهم تأخر في النمو الأعضاء التناسلية بيبقى عندهم تبول لا إراضي يقولك الولد عن 8 سنين وعنده ما زال بيعمل كده مرتبط به الحاجة التانية إن الولد يبدأ يشعر بألم في العظم بتاعه ويقولك قصه مش عارف أي خبطة عملت له كسر مش عارف في إيه ومفصل مش عارف الفاخد دايما عنده ضعيف وده مرتبط بهرمون الزكورة لأنه هرمون الزكورة مسؤول عن كسافة العظم وعن كسافة العضلات فالولد عنده هرمون زكورة قليل فإذا عضلاته بقى ضعيفة وعظمه بقى ضعيف فبرضو بيحصل له الحاجات دي فما نيجي نربط الحاجات دي نقدر نشخص إن أنا عندي لا نقص في الهرمونات لأي سبب إن كان عب خلقي كسى المؤقت في الغدد دي وهيتزبط بعد كده لكن لازم أشخصه إزاي نتعامل بقى الطفل جابل مشكلة شخصناه إيه البروشيدورز البروشيدورز إن إحنا لكل مرحلة من العمر لها تعامل يمكن المرحلة اللي هي في الفترة اللي هي لغاية خمس سنين ما عندناش تدخل قوي وممكن بس إن إحنا الرائب الطفل ده ونبص عليه تمام وانتبعه الفترة اللي هي تبدأ من ست سنين لغاية عشر سنين لا نبدأ ممكن نعمل تحاليل ونشوف ونتابع الطفل ده على فترات طويلة يعني ممكن نديله بعض العلاجات والعلاجات دي تتزبط ونقول للولد ده للأم هتدنى الولد ده بعد سنة بعد سنتين ما عندناش مشكلة خالص لكن بتبقى المتابعة على فترات طويلة لما نوصل لفوق العشر سنين ونقرب المرحلة التالتة اللي هي من عشر إلى خمستاشر لأنا قربت على البلو فلازم أتابع بدقة وبدل ما كنت هشوفه كل سنة ولا كل سنتين لا هشوفه كل ثلاث شهور بول ست شهور تمام بعمل إيه للأطفال دول بعد ما بشخص اننا عندي نقص في الهرمونات اننا بتتزبط الهرمونات النقصة واحد يقولك لا ما تلعبش في الهرمونات تدلوش قصوا هرمونات احنا مش بندي هرمون الزكورة خالص وما ينفعش ندي هرمون الزكورة للناس الأقل من 15 سنة ليه؟ لأن هرمون الزكورة هيبدأ يخلي العظم بتاع الطفل ده يقفل وبالتالي طوله ما يبقاش طويل قوي فإذا عندنا قاعدة ان احنا أقل من 15 سنة ما فيش هرمون الزكورة خالص طب ندي ايه؟ ندي الهرمونات اللي بتحفز هرمون الزكورة الداخلي ان هو يطلع جنات التروفيت بالضبط كده ونديها بجرعات معينة الطفل اللي عنده 5 سنين لجرعه والطفل اللي عنده 8 سنين لجرعه والطفل اللي عنده 12 سنة لجرعه مختلفة ودايما بعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها تقطيع في العلاج ان انا بدي كورس للطفل ده شهرين شهر 3 شهور اول ما الطفل تحسن خلاص سيبه تمام؟ هو بقى يبدأ يفرز لوحده ويبدأ أتابعه اقول لها هتقولي بعد 6 شهور أبص عليه بعد 6 شهور بعد ما أنا بطلت العلاج بتاعي اذا لقيت الطفل ماشي كويس خلاص مش هعمل حاجة أبص عليه تاني ماشي كويس خلاص ومن حسن الحظ ان احنا عندنا تقريبا 80% من الاطفال دول الموضوع ده بيبقى مؤقت وبعد ما بيدي له كورس ويتابعه هو بيعدل واحده بيبازال فول لكن مزال 20% من الاطفال دول عندهم مشاكل في الهرمونات خلقية فدول بيخشوا في تأخر في البلوغ ولو سبتهم هيخشوا في مشاكل في الانجاب فلازم اتابعهم عشان ما اتعرضش للمشاكل دي او حتى لو المشاكل دي هتحصل هبصتها بشكل ما تبقىش حاجات كبيرة تبقى حاجات بسيطة فأكيد في شريحة من الناس دول محتاجين يتابعوا على طول يقولك طب هيفضل ياخد علاجها هتابعوه لغاية يما يجبره لغاية يما يبلغه لغاية يما يعني يتجوز لانه عنده مشكلة في الهرمون الغد انه خميها ما بتفرسي وبالتالي محتاج علاج المتابعة هنا مع الناس لغاية لما وصلهم بالبلد دي لبرى الامان بالزبط اه مع الشعب السوير وخصوة في مرحلة قبل البلوغ ومرحلة انه يكون صبي يعني عشر سنين حداشر سنة الوقت ده مهم برى الامان ده احنا بالنسبة لنا اللي هي البلوغ ليه لانه احنا زي ما بنقول انه احنا العلاج بعد البلوغ ما بيجيبش نتيجة خالص فدايما انه احنا نمشي مع الطفل وانتبعه لغاية ما عد 15 سنة لقيته تمام ووصل للمراحل فيه سؤال مهم بس عشان اكد على الناس ان احنا قلناه بداية العلاج من سنة كم سنة بداية العلاج العلاج ممكن يبدأ من من دايما من بعد خمس سنين لكن ممكن ممكن نبدأ ان شاء الله حتى من سنة طب مين اللي بنقولون من سنة دول لو انا عندي صغر في العداد التنسلية وعندي الخصية نفسها صغيرة ومجدودة الفوق في حاجة اسمها الخصية المجدودة الخصية بتطلع فوق ريتراكتايل مش سابتة مكانها فانا لازم اثبتها لان الخصية لو مر عليها اكتر من سنة هتبدأ تتأثر فلازم اديهم جرعات من العلاج تخلي الخصية تبدأ تكبر وتستقر في مكانها والوضو يوصل لمرحلة مناسبة فبرضو انا ممكن في اي سن ادي علاج لكن على حسب كل حالة نوارة الفد ومشرفت الناس الحلوة كالعادة ربنا يخليك ضيفي العزيزة قيمة العلمة الكبيرة الاسئيس دكتور عماد الدين كمال اسئيس امراض الزكورة والتناسل كلية طبية جامعة عصيوت واستشاري امراض الزكورة رئيس مجلس ادارة والمؤسس لمركز خصوبة ضيفي صاحب المقام الرفيع كان في الناس الحلوة الموضوع مهم جدا خليكوا فاهمينه كويس والموضوع يبدأ في تشخيصه عندكم الاسرة الاب والام لازم يكون عندهم وعي ولازم يكونوا فاهمينه كويس جدا جدا لان هدي الثقافة الثقافة الطبية خليكوا من الناس الحلوة شخص جميل بكل المقاييس 93 سنة انا حتى افتكرت لافسي مش عارف فقرة يعني وانا ببص على الـ مش عارف فقرة وتقبين غلط ولا ايه 93 93 جاي اعمل تجميل يا جماعة يا جماعة الاحساس ما بيرتبطش بسن اطلاقا دي من الـ اللي هو ايه انا عايز اطلع ما عنديش بروز ما عنديش لون مختلف ما عنديش مشكلة في خط اللسن ما عنديش اي حاجة عايزة اطلع عشرة من عشرة perfectionistic perfectionistic يعني ماشيدة للكمال عجام imperfect بقت عاملة زي بلوكات الطوب اللي جامعة بعضها ففقد الشكل الطبيعي ما فيش حد اسنانه بلوكات 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 كده جامعة بعضها فعشان يفقد الطبيعية في الاسنان اكيد اكيد كان في حاجة مستيجنوز ما تشخصتش صح فاقيدت المنظر اللي غير طبيعي